اشتركوا في القناة ان شاء الله زي ما حكينا انو الامتحان رح يكون فيه توبيك ون يوم الاحد القادم ان شاء الله على الساعة خمسة طبعا توصلت مع الجماعة اللي بيشتغلوا على الام سيستم وعلى الام سيستم ولغاية الان الام سيستم مش جاهز بيشتغلوا على السيرفر فانا لحد الان ما عندي فكرة انو الانلاين اكزام وين بدي اعطيكم اياه يعني انا جهزت اسئلته بس بدي استنى المنصة الجاهزة اللي بدي اعطيكم الامتحان عليها فاحتمال انو اعملوا على الامتحان هون على الامتحان كوز فان شاء الله بس تستقر المنصة على الاكيد واكون خطيت الاسئلة عليها بخبركم وين الامتحان يعني ممكن بكرة او بعد بكرة ببوست على بالضبط اخبركم الامتحان وين رح يكون ان شاء الله طيب لحد الان سامعين صوتي اذا سامعين ارفع ايدكم لان لست ما فيش عدد حضور كافي فجأت اكد ان الموجودين سامعيني طيب الحزب اللي اتنديز اربعة او خمسة بس ما بعد ليش العدد قليل ومبالحة فكرة شعبة شعبة واحد كان عدد الحضور قليل مش عارفش كله لانكم بلجته عملي فصاري خط الحضور عالنظري فانتبهوا يا جماعة يعني حذرة والمحاضرة مسجلة حكينا لكم احنا يعني بنضل نشوف الطلاب اللي بيدخل على المحاضرة بشكل متدامن طيب الآن زي ما حكينا بدنا نحاول ان ننهي طبيك 2 شعبتكم مش هي الشعبة اللي رح ادق ديها هذا الثبت الثبت هاب اللي قاعدة ان شاء الله بيكون اللقاء مع المجموعة يوم الاثنين اللي هي شعب واحد بدوحنا محاضرة نحاس مفتحها ونكمل نعمل شير للمحاضرة دكتوريا نعم ممكن نعمل الامتحان على التيمز لانه الام سيستم الفصل اللي راح امتحاننا عليه اول ما جهز وكان كثير الوضع سيء غير اجابات وطلع عدد كبير من المنصة يخاف انه يخرب مرة تانية واحنا لسه ما جربناه نعم الآن انا نعم هاي بس حكيت معهم يعني حكيتهم انه كلمة اعطوني ما اعطوني كلمة انه تقدر الاحات انا عشان هيك مش متشجعة انه اعطي عليه فعليا هو الاسلام اللي جيد جاهز وشغلة ثانية انه انا ما بدي اجل الامتحان لانه ما بدي اخليه يكون سلمت فراح ابتحتين واحاول ان انا اعملكم الاسئلة عليهم مبدئيا فبس مش حاب اأكد الخبر 100% حتى انه فعلا احط الاسئلة واجهد الامتحان وبفبركم ان شاء الله طيب- احنا مع شعبتكم ااااااifications حكينا عبيكم ااااا اتوقع ان احنا وصلنا عند اخر two theories بال caiquit social اللي هما activity و ال continuity اذا احنا وصلنا هول شعب اثنين حابة كاني متبع معي احنا وصلنا عند activity theory دكتورة سرنا عند الـ Activity Theory متخفف إذن بنرجع نحكي أنه تكسلين حتى الـ Pre-Maturedive نؤكد أنه مش كلهم لازم ينطبقوا 100% على البني آدم في بعض الـ Theory اثبتت صحتها في مجال معين وفجلت في أنها تثبت صحتها في مكان آخر ما فيش One Theory 100% صحيحة إلا ما يكون فيه ثغرات في بعض theories حسناها بتكمل بعضها وفي بعض theories حسناها أنها تكون تناقض بعضها بعضها يثبت وجهة نظر معينة وبعضها يثبت وجهة نظر مختلفة عن الـ Aging كل هذا إشي وارد حتى بالـ Social Theory رح تشوفوا الآن أنه فيه differences فيه theories تثبت الموضوع بطريقة معينة على العكس تماماً من Other Theory فمثلاً أول شيء حكينا على الـ Disengagement حكينا أنه كبار السن عادة في بعضهم يميل أنه خلص Disengaged بحبي يعيش حياة هادئة ومختلفة حس حاله satisfied بأنه حقق أمور معينة في حياته فهو الآن بيلزمه فقط الهدوء فهذه الثيوري جابت الموضوع من هاي الناحية ومع عدة إثباتات رحنا لـ Life Course Theory يزحكوا أنه الموضوع يعتمد على Developmental Stage يمر فيها جسم البني آدم وبناء عليه بدي يصير تنسيق أو تناغم مع التطور النفسي والـ Social لهذا الشخص Activity Theory بتشوف الموضوع شوفوا معنا من أي ناحية Activity Theory بتحكي أنه الأشخاص لما بدون بالسن في بعضهم يميل أنه They need to be active أو stay active أو they need to have a full day of activities يعني في بعض كبار السن بتحسهم أنه حتى لو أنه تقاعد بتلاقي يومه مليان بيطلع من الصبح مثلاً يروح يصلي يرد يرجع يتمشى يركض يرجع البيت يفطر يرد يرجع يطلع يروح يشوف فلان يزور فلان يشتري أغراض يشترك في جمعية يشترك في نشاط معين أو مثلاً ست بعد التقاعد كل يوم بتعمل إشي مختلف اشتركت في جمعيات خيرية فتحت حضانة في البيت وإلى آخره في بعض الأشخاص كبار السن في مرحلة معينة بتحسهم أنهم they need to stay active هيك بالنسبة لهم they need to feel that they are producing يعني هما فعالين منتجين هذا بالنسبة لهم هو they want to do more على مبدأ أنه كل ما أنتجت وكل ما عملت أكثر you gonna feel better من هاي الناحية هاي الثيوري تحديداً فسرت الإيجين بهذه الطريقة ولهذا السبب حكت أنه في مجموعة من الأشخاص بتحسهم أن صاروا أكتب صاروا أكتب في مرحلة عمرية احنا كنا نتوقع أنه لا بيعيشوا بهدوء ما بيحكموا حدا لا صاروا يعملوا relations أكثر يطلعوا يروحوا ييجوا بتحس وقتهم مليان مشغولين في بعضهم أنه مثلاً من المصاري اللي بتطلع له من التقاعد أو المعاش أو غيرها يروح يعمل فيها مشروع يشتغل إشي جديد عمره ما جربه في حياته يروح يسافر يروح يروح واوا إلى آخره فبتحس زي remain active engaged tend to be happier healthier تظهر عليهم أشياء إيجابية نتيجة العمل المتواصل إنهم they be active فهذه كيف ظهرت طبعاً؟ ظهرت إنه أول شي كانت فيه بروغرامز معمولة للكبار السن إنه عشان نطلعهم من حالة ممكن اكتئابي هي شوها من مشاكل نفسية إنه نخليهم أكتب نطلعهم رحلات نوديهم نجيبهم مش عارف شو فلاحظوا إنه فيه satisfaction فيه تحسن في الوضع النفسي فحقوا نعم فيه activity theory ثيوري بتحكي إنه شخص كبير في السن إذا اتخذ نمط في حياته أكتب في هذه المرحلة ممكن إذا تفسر إنه they can age healthy إنه ينمو أو يستمر في العطاء وبيحس هاله satisfied في هذه المرحلة طبعاً فيه كمان ناقة يعني انتقادات كانت على هذه الثيوري إنه أكيد مش رح تنطبق على الكل ممكن كبير السن لإنته بتحكي عنه عنده أمراض مزمنة تعجزه بتخليه عاجز عن إنه يكون فعلاً أكتب ويعمل هاي الأمور اللي إنته بتحكي عنها أو هو فعلياً نفسياً بحاجة لإنه يكون disengaged مثلاً فما بتمشي عليه هاي الثيوري إذن هاي بشكل عام الثيوري السايكو سوشل الثيوري تحكي عن الاجينج بطريقة مختلفة هي طريقة الويل بيينج للإدار اللي بيجي من ناحية أنهم يكونوا أكتب إذن دكتورة هاي ممكن رقم ثلاث نعم يبطي كلاف بس الصوت يقطع عندك طيب يمكن شوي بروح يجي منيح اللي عنده مشكلة بالصوت دقيقة بدي أرتح على الاتندنس اللي عنده مشكلة بالصوت ومش سامعني منيح يرفع إيده أشوف واحد مين كمان في أي مشكلة بالصوت لا مبدئيا بس ماريا فماريا شوفي إيش ممكن تحمل المشكلة من عندك أنا ليلى وليلى ماريا وليلى طيب معناته الأغلب ما عندهم مشكلة فليلى وماريا حاولوا تشوفوا الكونيكشن من عندكم تطلعوا ترجعوا تفوتوا حاولوا تشوفوا حل نرجع لموضوعنا إذن حكينا في اكتبتي سيوري شو مبدأها مبدأها أنه في السن ممكن يتخذ نمط معين في حياته يكون اكتب وهذا الشعر بأنه شخص لا يزال منتج يعطي بساهم في علاقات في أشياء معينة يعملها كل يوم بيعمل أشياء كثيرة في اليوم إذن هذا تفسير نمط ايجينج 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 هاي بنسبة للأكتبتي ثيوري بنروح لأ ثيوري شوية مختلفة مش كثير بس برضو بتفسر بطريقة معينة اختلافها البسيط عن الاكتبتي انه ففكرتها انه في هذا الجزء من حياتك في هذه المرحلة اذا يمكنك تفعل ما تفعل في المراحل السابقة في المراحل السابقة إذن هذا نوع من الساتسفاكشن اللي انت بتحققه نفسيا يعني مثلا اذا انت كنت مثلا صار في تقاعد على سن ستين او ستين ممكن اذا كنت في نمط معين من حياتك كنت بتعمله خلال فترة العمل واستمرت فيك علاقات اشخاص بتشوفهم كل يوم امور معينة بتعملها بنمط معين انه لما كنت اشتغل دايما بصحة على الساعة ستة الصبح اذا صار التقاعد مش معناته انا صحيت على الثمانية او على الساعة العشرة او تخربط كل برنامج وصرت ازهر واصحة متأخر اذا احتفظت بنفس النمط من نظام حياة برنامج علاقتي مع اشخاص روحاتي وجياتي احتفظت بنفس الريدم اي اذا اشي بخليني ساتسفايد اذا هذا الاشي بعبر عنه في continuity theory اذا older adults tend to maintain the same relationships and activities as they did when they were younger ها هي فكرة continuity theory طبعا continuity كمان حقوا انه ممكن هذا الاشي بيكون internal او external continuity of self occurs in two domains في internal وexternal internal continuity لما انا شخصيا بحافظ على الاشياء اللي i used to do في الماضي i sustain doing او supporting myself باني انا اعمل نفس الاشياء اللي اعتبت اعملها نظام الصحي نظام اليومي برنامجي الى اخره هاي الاشياء internal اما external برضو external continuity انو انا مانتين relationships فالcontinuity ممكن تيجي internal ممكن external كdomains external انا بس i save the same rules same relationships الenvironments انو انا بنفس المكان بروح وباجي نفس الامور انا بعملها كبيئة معينة انا لا ازال احافظ عليها نفسها اذا هاي external continuity to the extent that internal or external continuity are maintained اذا السatisfaction بيكون عالي كل ما انا بالنسبة لل continuity كانت باكبر قدر ممكن اذا انا بكون عندي satisfaction اعلى اذا كنت من الاشخاص اللي تنطبق عليه continuity theory زي ما حكيت لكم احيانا الشخص بيكون وجهة نظر مختلفة تماما بيوعد حاله انه اول ما يصير التقاعد واول ما تتغير حياتي رح اعمل اشياء مختلفة تماما بس بطريقة مختلفة high activity theory وضح الفرق طيب بدنا نروح اذا انتهينا من موضوع الtheories سواء كانت biological سواء كانت genetic non-genetic و psychosocial بدنا نروح لنيرس طيب انا ازا نيرس شو استفدت انا شفت هالtheories اللي بوجهات نظر مختلفة فسرت الage شو ممكن انا استفيد كشخص providing care لهذه الفئة وبتعامل معهم وcommunication بيني وبينهم شو كيف بدأ استفيد منها بعرف شو ممكن اعمل مع المريض لاني بكون محددة ايش الproblem طبعا اكيد مية بالمية انا لما اجي اطلع على هذا الشخص كبير السن theories اللي فسرت ايجين بطرق مختلفة فبصير اقارن انه يس في theories ان اقرأت عنها انا شايد انا بشوف الاجبودنس لها مثلا فاقتنع انه نعم موجودة في تأثير واضح في تشينجز بتصير في حياتي بين ادم في هذه المرحلة انا عم بشوفها حكت عنها theories اذا هذا بيخليني انا اربط بين نظري المرحلة والتغيرات وانه انا بشوف في هذه الفئة هاي رقم واحد رقم اثنين طيب انا شفتها الان هذا الاشي تريد تغير طريق التعامل طريقة البروبيدين يمكن تختلف الان انا استوعبت انه هذه الفئة في خصوصية في خصوصية بناء على التغيرات اللي بدها تصير في هذه المرحلة اذا انا لازم استوعب هالاشي استوعب انه الايجن مش اشي مرضي مش الموضوع pathological changes مش reversible انا بدي افهم كمان اذا في شكوى معينة في مشكلة معينة بيحس فيها المسن وانا ممكن اتفهم انه هاي التعامل اتفهم باي ايجن اذا بدي استوعب هالاشي ما اصير احكي مثلا ان والله الكبير السن هذا بس هذا بتخليني في عندي قدرة استيعاب اعلى للاشخاص المسنين لما انا استوعب الباسيكس اعرف انه في theories في اشي عم يحكي عن الاجين انها بتصير بطريقة معينة اذا بخلي استيعابي اكبر لمشاكل المسنين اتفهمهم اكثر لانه انا صرت اعرف انه نعم هاي تشينجز موجودة وهاي سببها مثبت علميا فخليني استوعب مشاكلهم خليني اشوف معهم شو ممكن يكون في خلول اللي هم بيحسوا فيه او اللي هم موجودين فيه وحتى سايكو سوشالي استوعب انه هل هم من الاشخاص اللي طبقت عليهم هم بأي مرحلة من السايكل اشي انا اتعلمته نظريا وموجود حاليا قدامي في الواقع طبعا هذا الاشي ممكن نشوف احنا بكورس مع المسنين او حتى بأي كورس اخر انا بفوت على قسم وبلاغ فيه اشخاص كبار السن فخليين دائما نحط ببالي انه انا صار في عندي background لحتى اتعامل مع هذه ايضا من الامplication زي ما حكينا انه انا صرت اعرف انه نعم بتشرح الموضوع from different perspectives فخلي عندي وجهة نظر خلينا احكي شاملة شاملة لانه انا انا اعرف انه مش one of these theories فقط هي اللي صحيحة لا في بعض هم فيها ثقرات في بعض هم بتكمل الاخرى ووالى اخر اخر انا 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 اعرف ايجين from different perspectives اذا زي ما حكينا بصير عندي background كknowledge منيحة بتساعد انه انا اشوف differences اشوف ايجين بطرق مختلفة اتعرف على مسلنين كل واحد فيهم بيكون عنده خصوصية مختلفة عن الاخرين لحد الان ممتاز الان وين الجاب اللي فعليا موجودة وخصوصا احنا عنا كتمريض عرفنا انه وعرفنا انه في وجهات نظر نظرية مختلفة بس لحد الان عمليا ما فيش واضحة بتحكيلي هاي القايد اللي اللي بناء على هاي theories you can practice nursing with elderly هاي is missing فعليا او لساتها في طور النمو انه احنا as nurses ما يعني evidence based guideline انا ما استوعدت الbackground وعرفت انه في differences وواواوا خلتني استوعب المسنين صح افهم ال differences اللي عندهم بس لسه ردة فعلي انا فردية مش standard مش موحدة بيني وبين كل الناس اللي درسوا nursing gerontology كل واحد فينا عنده ردة الفعل الخاصة فيه بس ما في standards of care مبنية هاي theories كلنا بنا نعتمدها هذا الاشي لساته يعني building up لساته evidence يعني في طور النمو خلينا نحكي بس هاي وجهة النظر بدي اوضحها انه كلنا استوعبنا نفيد فرنسيز استوعبنا لال theories of aging استوعبنا كل هاي الامور بس كل واحد فينا اكيد ردة فعل مختلفة عن الثاني ما فيش اش بوحدنا استيعابنا للامور هاي واحد بس ردة فعل مش وحدة لان ما في guidelines واضحة طيب اذا هياك احنا انتهينا من موضوع theories في اي سؤال عليها سواء biological psych social nursing applications في اي سؤال لحد الان طيب شعب اثنين الاشخاص اللي كان عندهم مشكلة بالصوت مين سيت ماريا وحد ثاني سامعيني ممتاز الحمد لله طيب نيجي للجزء الاخير هو تقريبا ربع الـ topic 2 هون موجود اللي هو بيحكي عن long term approaches to health فكرة long term approaches to health هي مش انه بنحكي الان نحكي عن دراسات كانت تجارب عشان نعرف شوال الاشياء اللي في حياة البني آدم هو طفل مثلا او هو في young age فعليا على long term على المدى البعيد اثرت في حياته ان هو من الاشخاص اللي عاشوا عمر طويل عمر اكثر صارت مشاكل صحية قضت على حياتهم على عمر صغير ووال اخره ففي دراسات جمعت تجارب معينة شافت مثلا شو صفات المشتركة بين اشخاص عمروا بعد الثمانين شو صفات المشتركة بين اشخاص عاشوا لعمر التسعين شو صفات المشتركة بين اشخاص في معينة اغلبهم توفوا بالخمسين والستين فهاي هي فكرة طبعا هاي صورة كاركاتورية يعني بس لها معنى عميق هي بتحكي انه السر انك ترفي الجينات المنيحة من اهلك good diet good lawyer and witnesses يعني هاي بما معناها ان يكون حظك قوي يعني تقع مع الناس المناح بتلاقي مين يدافع عنك لو صار عندك مشاكل في حياتك عشان ما تتورط وتروح حياتك للأسوأ و weak eyesight and poor memories طبعا هاي معناها انه زي كيف انه بدك poor memory و weak eyesight عشان مش كثير تأثر فيك امور الحياة يعني بتكون بسرعة بتنسى يعني لو صارت معك مشاكل شفت اشياء بتزعجك بتسوي حالك مش شايف زي كأنه نظرك ضعيف زي كأنه ذاكرتك ضعيفة عشان تعيش عمرا اطول انه ما تحس فيه كثير امور بتعملك استرس و يعني نفسيا بتأثر فيك يعني فكرة انه احنا بنحس لحالنا لما فيه بنعيش بمشكلة اذا فكرنا فيها كثير واخذت جزء كثير كبير من تفكير نتعب يعني حتى التعب النفسي بيظهر بيبين على وجهك انه فعلا شو مال وجهك شو فيه فبكون لك فيه مشكلة لك يومين ثلاث مش نايم منها ففعلا سبحان الله لما نحكي انه انه انت من الناس بتطنش بتعرف بتطنش هذا اشي يعني من احد اسرار اللونجيبتي انك تيش عمر أطول فزي ما حكيت لكم بس ننطلع على دراسات شافت بعض الموضيع زي عوامل مشتركة بين اشخاص عشر عمر أطول فمثلا في دراسات تطلعوا على نيوتشين الستيتس بالشايد والهايات وطول هذول الاشخاص يعني وهم صغار نيوتشين ستيتس كانت منيحة هل هذول الاشخاص اللي نيوتشين ستيتس كانت منيحة لهم عاشوا عمر أطول مثلا الهايات أطوالهم طولهم فملي مكونات العائلة عاش طفل لحاله عاش مع اخوان ذكور مع إناث الاخره مستوى تعليم الأب مستوى تعليم الأم وظيفة الأب وظيفة الأم بيتهم ملك بيتهم أجار هالكنديشين هاي كانت سمات مشتركة بين أشخاص عاشوا عمر أطول أو أقصر أربان رورال بليس بدي أمسحها في جدائل لأنه صراحة على زمن هذا يعني بطل في الهدف فشيلوها من حساباتكم اللي تحت شوية يعني ما نقرأها سوشي كنديشين أمونج أفريكان أمريكان كمان ما بتهيني بس أنا جبت تصيرتها كمثال ليش لأنه في أمريكا معروف أن الأفريكان الأمريكان اللي هما ذووا البشرة السمراء بيييش عمر أقصر اللايف إكسبكتنسي لهم أقصر من البيض فهو طبعا معتمدين فيها على حقائق أنه في ديسكرميناشن والديسكرميناشن خلها الفئة هاي تحديدا أقصر عمرا فصاروا يدوروا بكونديشين ليش يعني صار يدوروا بعوامل تحديدا لهاي الفئة ليش بيييش عمر أقصر انفلاماتوري إكسبوجر كمان يعني إذا شخص في طفولته لما كان إنفنت أو حتى لما كان فيتل يعني فيتس أنه هل في أشياء معينة كانت على اللونغ تيرم أنه يليش عمر أقصر والفيتل لايك تؤزم حكينا في حياة الطفل وهو جنين هل ممكن يكون نمر عليهم سريع ما فيهم مش يعني ضلق كبير من المادة فمثلا نيوترشن ستيتوس طبعا هون تحت في عندكم اللي هي الدراسات اللي فعليا ريبورتد هاي العلاقات فمثلا في هاي الدراسة هذول الجماعة شو حكوا إنه بتقارير سابقة يعني لأشخاص توفوا فرجعوا على ميديكار ريبورتس وأمور أخرى لحتى يجدوا هل في علاقة بين بور نيوترشن ستيتوس والأولد ايج مورتاليتي نعم وجدوا علاقة سيجنيفكنت بين إنه هذا الشخص في طبوله تعاش بور نيوترشن ستيتوس ووجدوا إنه كان في أولد ايج مورتاليتي يعني وفاة على عمر أبكر العلاقة كانت بين اللينك أو الارم اللي هي طول الذراع والأولد ايج مورتاليتي فتحديدا العلاقة وجدت إنه مع زيادة طول الارم واحد سانتي كان في 22% بخطورة الوفاة على عمر أكبر يعني زي كأنه كل ما كانت طول الذراع أعلى في العلاقة عكسية بين طول الذراع والريسك على مع التقدم في العمر إذن من أين ناحية جابوها length of arm إنه كان نيوترشن للطفل إن الطفل بنيته أحسن الارم لنك أحد المؤشرات للإنديكيترز للgood نيوترشن للأطفال حتى طول الطفل كمان يعني أحد العوامل المؤشرات اللي بتدل على good نيوترشن للإنتيك للأطفال أو إذا في إنفكشن أو لعند الطفل هو طوله طبعا الآن بغض النظر عن دور الجينات كون الجينات الجينيتك component هي إلها علاقة في طول الشخص فالآن بغض النظر عن الجينيتك component وبغض النظر عن socio-economic status في كان علاقة مباشرة بين طول الشخص والmortality على أثناء تقدم العمر وتحديدا وجدوا هذه العلاقة عند الأشخاص اللي توحفوا بالكارتيوفاسفيل أمراض القلب فالدراسة تحديدا وجدت أنه يعني عملت على أكثر مليون فاصلة سبعة شخص من النرويج كان فيه رسك أعلى للد بين عمر الـ 40 و 59 من الرجال اللي كان طولهم 165 سانتي الرسك كان أعلى 71% من الرجال اللي كان طولهم 182 فاصلة 5 سانتي طبعا هاي العلاقة المباشرة بين طول الشخص والريسك وجدوها في الكارتيوفاسفيل ديزيز في الـ TB والـ COPD ولم تكن موجودة لللي توحفوا بسبب كانسر أو اكسدنس إذن هون زي ما بيحكوها يعني بشكل عام كان فيه علاقة بين إن الشخص بيكون أطول ممكن يعيش عمر أطول specifically في some cases ثامنة كومبوزيشن برضو في دراسات حكو طب خلينا نشوف هل الشخص اللي مثلا كان وحيد أهله أو شخص مثلا ذكر مع إخوة ذكور أو ذكر أو أنت مع إخوة ذكور وإناث أو مثلا العائلة اللي فيها بس أولاد ذكور أو العائلة اللي فيها بس شبنات إناث فخلينا نشوف الدراسة عملت على single child على multiple children from different sex أو multiple children من single sex إنه بس ذكور لحالهم أو إناث لحالهم في العائلة فكان في علاقة العلاقة كانت كالآتي هاي توقع على عينة من أشخاص من الصين أشخاص صينيين كانوا فالرجال هو الإشي اللي تربوا في عائلة فيها إخوة ذكور فقط كان في higher risk of death إذن risk of death أعلى في العمر المتقدم أتوقع أنه على عمر 80 وجدوا هالعلاقة أما الشخص الأكثر طبعا من اللي يكون إله إخوة إناث الأكثر استفادة كانت أو الأقل risk of death كان عند الإناث اللي بس العائلة كلها إناث يعني العائلة اللي فيها بس بنات إخوات بدون brothers كانت هي الأقل risk of death ضمن كل المجموعات المقارنة أما اللي كان أسوأ إشي يعني أعلى risk of death كان اللي هو الوحيد سواء كان single man أو single woman اللي هو عاش حياته بدون أخوة أو أخوات كان higher risk أو highest على risk طبعا صار رويحكم إنه شو ممكن يكون السبب شو برأيكم ليش يعني في associations هون شو تتوقعوا يعني شو ممكن يكون في سبب مثلا كتبرير ممكن أن يكون سايكو سوشل أنه يعني يكون حالة نفسية لأروني حسب اللونلي وهذه الشغلات ممكن دعم نفس يعني نعم ممكن ما في دعم يعني وبرضو على موضوع عن سابورت صحيح وفي طبعا هي هاي شوية كانت دراسة قديمة على الأشخاص اللي تحديدا يعني عاشوا في أول القرن العشرين يعني هذول الأشخاص كانوا اللي عملت عنهم دراسة لما بترجعوا لأنهم كانوا تشلدرن 1920 1930 هاي الأعمار ففي تلك الفترة كانت العائلة اللي كلها ذكور أبناءها ذكور كان في نوع من في منافسة على مصادر العائلة على الإرث على كذا فممكن في بعضهم ربط يكون ممكن يكون في علاقة مع الريسك اللي احنا شايف بس حاليا حديثا أنا ما بعرف إذا في دراسات شافت إشي مختلف كون شوية الأجيال الآن اختلفت في جيل مختلف الآن ممكن ينعمل عليه نفس هاي الدراسة وشوف إذا استل في علاقة زي هيك أو لا كمان وجدوا علاقة إن الطفل اللي تربى في بيت مثلا إنه الأب تحديدا يعني أكثر إشي كانت مستوى تعليم الأب أو الوظيفة اللي بيشتغل فيها الأب فكان في علاقة ما بين إذا كان الأب بيشتغل في وظيفة professional administrative أو non agricultural مش في الزراعة والأعمال الشاقة positive relationship مع risk of death أقل لهذا الشخص اللي بنحكي عنه هو الإبن مقارنة بالشخص اللي كان أهله بيشتغل في الزراعة إنه مثلا والده بيشتغل بمهنة مش professional أو in agriculture هذول كانوا higher risk mortality على العمر المتقدم urban versus rural مش رح أحكيها هي كانت بتحكي عن زمن سابق الآن ما في عليه أي اختلافات فهاي مش رح نحكي فيها إنسوا موضوح اللي هي سلايد 56 وبرضو هاي كمان من الدراسات اللي شرحت هذه العلاقة برضو ما تتطلعوا عليه اللي هما كمان مش عارفش رقمهم بس الصفحة نفسها 29 أو الأحرى أو الأحرى سلايد 56 57 58 58 59 61 61 نجح لـ inflammatory exposure هون الفكرة بتحكي عن إنه إذا الشخص في حياته تعرض ل infectious disease أو inflammation بشكل عام ممكن على المدى البعيد هل بيكون إليه علاقة إنه هذا الشخص توفى في disease معين أو premature death صار عنده نعم في بعض الدراسات وجدت علاقة فوجدوا إنه higher c-reactive protein in some diseases للأشخاص اللي كان عندهم TB diarrhea diabetic ulcer bridal disease يعني في بعض الدزيز اللي ارتفع فيها levels of c-reactive protein على عمر معين مثلا بالخمسينات أو بالستينات كان في higher risk of death عند هذول الأشخاص أكثر فمثلا في دراسة وجدت إنه حاليا الأمريكيين اللي عمرهم في الخمسينات إذا مر عليهم في طفولتهم illness أو disease في 15% higher risk إنه يكون في عندهم cardiovascular diseases twice يعني twice as likely to have cancer and chronic lung conditions يعني في higher risk إنه هذول الأشخاص في عمر الخمسينات بيعانوا من cardiovascular diseases وكانسر ولم diseases إذا كانوا في زمناتهم بالchildhood تعرضوا ل infectious diseases أو major childhood disease زي rheumatoid heart disease respiratory disease some viruses رح نحن في السلايدات القادمة عنهم higher risk لأنهم يتعرضوا لمشاكل صحية قد تكون قاتلة بعمر الخمسينات طبعا إحنا حكينا في محاضرة سابقة عن موضوع إنه life expectancy بشكل عام تحسن في العشرينات سوري بال20th century هو القرن العشرين تحديدا بسبب شغلتين أساسيات الimmunization والimprovement بالantibiotic اللي هي ثورة الantibiotic هذا الإشي كثير ساهم بإنه 11 ل24 بالمية من الreduction بالlate like mortality related لهذا الإشي تحديدا اللي هي السيطرة على الانفكشن من خلال الimmunization والantibiotic يعني أعزي إليها إنه 11 ل24 بالمية من سبب هذا الreduction من تفسير هذا النقصان المortality اللي صار أو الimprovement بالlife expectancy يعزى للسيطرة على الانفكشن التابي بتعرفوا إنه الهول tuberculosis من كانت في القرن التاسع عشر والبداية العشرين في الدول المتطورة المتقدمة حاليا هو أبدا ما مش قاتل ولا بيسبب أي مورتاليتي واضحة وسيجنيفكنت في بعض دول العالم ستل في بعض دول إفريقيا إذا تتذكروا لما شفنا مثال من صم أفريكان كنتريز الأيدز مرض قاتل والتي بي كمان هذول من الدزيز اللي ستل يعني أسوشيات with مورتاليتي في هاي الكنتريز تحديدا ومورتاليتي اللي هي سب صحران آفريكا كمان ممكن تكون لها علاقة في الدز على لونغ تير اللي هو زي ما بتعرف هو هباتايتس بي اللي ممكن يتحول لليفر سيروس وليفر كانسر وهذا الاشي طبعا يعني واضح كثير بيكون عند الأشخاص اللي اتعرضوا لبلد ترانسيوجين كان ملوث يعني فيه أشخاص أنا بتذكر واحدة بالسبعينات في الأردن هون ولدت واضطروا ونقلوا الهدم وبعد فترة كتشفوا أنه كان ملوث بهباتايتس بي وبعد عشرين سنة صار في عندها لليفر سيروس وصار عندها لليفر كانسر فهاي مشكلة أنه على مدى بعيد يعني ممكن هو مجرد بيروس بس على مدى بعيد بعد عشرين وثلاثين عام ممكن يكون هو سبب مباشر للبريماتش والديث وزي ما بتعرف الروماتويد أريثرايتس أو خلنحك عن الروماتيك هارد ديزيز اللي هي الانفكشنز اللي بتصير عند أطفال ستريبتوكوك هالأبر رسبائراتي انفكشنز إذا وصلت للهارد وصار روماتويد هارد ديزيز مع مرور الزمن طبعا هدول الأشخاص بيكونوا هاي الرسك أوف ديث بأمراض القلب وتحديدا الصمامات إذن على مدى بعيد برضو مجرد انفكشن بالشايد على مدى بعيد ممكن يكون هو سبب مباشر بالبريماتش كاردوواسكولر ديزيز زي ما حكينا ممكن يكون فيه سبب بالشايد نفسها انفكشن ممكن بالفيتال في بعض الدراسات وجدت في الرحم بالفيتال ممكن يكون أسوشيات بهاي بلاد بريشر لاتر يعني وجدوا صفات مشتركة اللي كان الحال فيهم ضعيف لقدوا لوب بيرث ويت على عمر الأربعين أو الخمسين أو الستين كان في عندهم مشكلة هاي بلاد بريشر كمان خلال الطفولة إذا كان الشخص خلال طفولته لحد عمر عشر سنين إذا شريينه بلشت تشكل ثاتي ستريكس كبدايات للأثيروسكلوروسيز نعم هذو الأشخاص ممكن يكونوا يعانوا من أمراض في القلب ليتر وطبعا مرة قرأت الدراسة كانت صادمة بالنسبة لي أنه هون تحديدا بالشايد كانت تحكي الدراسة أنه الفورميلا اللي هي الحليب الصناعي للأطفال الحليب الصناعي أنه هو أول إشي بيدخل لجسم الإنسان الممكن يكون يشكل ثاتي في شرائيين الطفل وكولسترول صراحة كانت حقيقة صادمة ما بعرف هل هو لأنه فعلا بدهم يشجعوا الرضاعة الطبيعية ولا فيه فعليا هاي المواد اللي موجودة في الحليب الأطفال الصناعي اللي ممكن فعلا تكون يعني لمشاكل بعدين في الشرائيين وعلى الأدوليسنس بتعرفوا أنه الأوبزيتي إذا الشخص طبق عمر الثمنتاش وفي عنده مشكلة أوبزيتي فهو معرض لكارد باسفور ديزيز ليتر يعني في حياته بيكون ثلاث مرات ونص أعلى رسك أنه يتوفى في هارت ديزيز إذا طبق الثمنتاش وعنده أوبزيتي إذن هاي رسك بس على المدى البعيد إذن هاي فكرة اللونج تير نحكي عن مشاكل صارت في حياة البني آدم وهو فيتوس أو هو كانت معرض المدى المدى كما تعرف صم بيحكوا أنه صم على المدى البعيد بيكون هي معرض بال اندور واندور بيحكوا تعرض إلى الشخص في حياته وهو تشايد على المدى البعيد انفزيما ومشاكل أن الواحد يعني يكون نسب هو لنج ديزيز كما في فيروس إذا عمركم سمعتوا فيها ال ابشتان بار فيروس حدا فيكم عمره سمع فيه يمكن بالأدلت حدا جاب سيرته إذا حدا فيكم أخذ أدلت ابشتان بار فيروس سمعتوا فيه سمعتنا فيه بس والله نسينا نسمعنا ونسينا طيب أنا كمان سمعت فيه برضه بالأدلت يعني لسات اللي بتذكر موضوع ليش لما فيه أشخاص يعني شخصيا أطفالهم أنا يعني شفت أنه صار معهم الفيروس هسه هو مش مشكلة عظيمة هو بيظهر على الطفل زي كأنه بس المأساة أنه فيه دراسات وجدت عند أشخاص صار معهم بعض نان هوتشكن الليمفوما والليوكيميا وجدوا أنه البيسلز اللي موجودة في الجهاز المناعي ومش عارف وين كمان خلايا للأسف الفيروس موجود فيها يعني فيه فيه ما بين أنه الشخص في طفولته صار عنده الإيبيشان بار فيروس أنه مستقبلاً صار معه هذه البيسلز للأسف يعني أنا بذكر في صاحبة اللي رنت عليه تحكي لأنه ابن أختها صار معه إيبيشتام بار فيروس فتحكي له شو يعني ما كان هو فعلاً عادي يعني الطفل رح يمر بحرارة وكذا وأعراض فيروس بس المأساة لما أنه تحس حالك صرت طول حياتك لأنه أنت خايف على هذ الطفل يكون من الأشخاص اللي فعلاً هذا الفيروس ضل عايش في جهازهم المناعي ولا سمح الله ظهر ك كانسر في حياته لبعدين وفي كمان أيضاً شو اسمه النازوفارنجة الكارسينما اللي هو ضنب العوم الأنفي للأسف كمان في شباب أنه يعني أصابهم هذا الفيروس سوري هذا الكانسر و لما رجعوا بالهيستوري وجدوا أنه نعم أصابهم الإبشتامبار الفيروس خلال الطفولة فالأسف هذا الفيروس المأساة فيه أنه قد يكون تكون تكون على عمر الثلاثينات واربعينات وخمسينات يعني على عمر لسه مش كبير كمان أشياء تكون 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 في المعدة يعني ممكن تنشط على تكون 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 ممكن ولكن هذا مش إشيء أكيد بس وجدوا association الـ HPV الـ Human Papilloma virus بعض بعض عن هذا يعني عائلات معينة من هذا الفيروس هو شو بنسميه إحنا الفيروس الحلين البشري كانت associated with cervical cancer سرطان عنق الرحم و anal cancer بعض 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 الـ papilloma virus فإذا زي ما تشايفين بعض بعض الـ diseases conditions و viruses وغيرها خلال الطفولة خلال مراحل مبكرة من الحياة ممكن ممكن يكون في association إلها مع الـ long term آخر شي فيتال life predictors كمان فيتال ساعة ربطت بين الحياة داخل الرحم وإذا هذا الشخص ممكن يكون برام نقص نيوتريانت ممكن يكون associated مع high blood pressure heart diseases diabetes على خلال يعني بعد التقدم في العمر إذن هاي هي الجزء الأخير من محاضرتنا هاي نكون أنهينا topic 2 الحمد لله بس هو طبعا مش داخل في الانتحان القصير القادم طيب إذن في حدا عنده أي سؤال عن هذا topic أي استفسار هذا topic طيب أسئلة عن الانتحان دكتورة الانتحان رح كون بمورد المحاضرة صح لا أبدا مش صحيح امتحان نا الساعة خمسة حكينا اه على الخمسة اوكي انا بحب أن يكون خلاص صحيح المحاضرات بكم تسألوني محاضرة ولا لا دكتورة الامتحان ما سيب topic one الانترودكشن صح نعم نعم بدكم تسألوني في محاضرة ولا لا قبل الانتحان بموعدها لا دكتورة أكيد نسألك الدكتورة لا ما فيش محاضرة ولا لا ما بدكم تسألوا لا بدنا نسأل طيب هو الله احنا مضطرين على كل محاضرة بس عكل حال يعني فيه سبت ورا عرفتوا فاحنا ممكن نستغل السبت اللي ورا لانه بيكون برنامج يوم ثلاثاء وانتو اصلا عندكم محاضرة معي ثلاثاء فممكن انه الاحد قبل الامتحان ما فيش محاضرة وبتاخذ الامتحان على الساعة خمسة والثلاثاء محاضرة والخميس ان شاء الله والسبت بس الخميس اللي هو بعد بكرة ما فيه طبعا لانه عطلة رسمية تمام وصلت البكرة وصلت طيب اي اسئلة افتا ببور بي stop recording التاريخ واحد وداش اه ان شاء الله بيكون واحد وداش نعم طيب نعمل stop recording هون